ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جابريسوس أنه في الوقت الذي اشترات فيه بعض البلدان الغنية لقاحات كافية للسكان المحليين من أجل التطعيم لم تتلقى بعض الدول الأخرى حتى ولو جرعة واحدة هذا ودع جميع الدول إلى التضامن والتعاون لضماني أن تتمكن جميع الدول من بدء التطعيم في الأيام المئة الأولى من هذا العام بالإضافة إلى ذلك وبشأن تعليق العديد من الدول الأوروبية استخدام لقاح السرزانيكا قال تيدروس أن اللجنة الاستشارية العالمية المعنية بأمان اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية تقوم بمراجعة البيانات الحالية حول لقاح السرزانيكا وتحافظ على الاتصالات الوثيقة مع الوكالة الأوروبية للأدوية وسيجري الجانبان نقاشا بشأن هذه المسألة يوم الثلاثاء ولكن هذا لا يعني أن حالات الإصابة بجلطات دموية بعد التطعيم مرتبطة بلقاح السرزانيكا وفي وقت سابق أوسط منظمة الصحة العالمية بدرورة استمرار توزيع لقاح السرزانيكا